الرماد في بلدنا هو السكن وهو بقية الحطب بعد تمام احتراقه وقال معجم لسان العرب نقلا عن ابن العربي السكن من التسكين التسكين تقويم الصعدة أي الرمح بالسكن وهو النار السكن قديما النار وهو عندنا الرماد تقول القصة إن صبيا جاء جيرانه يقتبس يريد جمرة تكون مبدأا لاشتعال النار في القش عند أهله قال له الجيران جئت وليس معك وعاء تأخذ به الجمرة وتحيروا وأخذوا يبحثون عن وعاء فما كان من الصبي إلا أن احتفن رمادا من طرف الموقد وَجَعَلَهُ فِي كَفَّيهِ وَقَالَ لَهُمْ ضَعُوا الْجَمْرَةَ فَوْقَ الرَّمَادِ فتعجبوا من ذكائه وانصرف الصبي وانصرف الصبي بالجمر ويقاعد فوق الرماد على كفته قال أحدهم هذا الصبي لا يعيش طويلا ما أجدر دماغه أن يحترق لفرط ذكائه وما مضت أشهر حتى مات الصبي من غير إلا طبعا أهل القصص يكذبون كثيرا وإلا كان أينشتاين مات وهو في بطن أمه ترجمة نانسي قنقر